بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعية الأوفياء أهلا ومرحبا بكم على قناتكم الأولى للطبخ ولا تنسوا مواكبة جديد القناة الثانية للحلويات والمخبوزات كل يوم تلتا وصفتنا اليوم مميزة منعشة شهية وسريعة التحضير حلاكاسات الفواكه بالزبادي فإليكم المكونات سأستعين هنا بتشكيل من الفواكه الموسمية لتحضير هذه الوصفة فاكهة العنبية فاكهة المانغو الكيوي المشمش كذلك سأستعين بالياغورت الكريمي الزبادي أو دانون كريمي وأكد يجب أن يكون الزبادي كريمي إذن فلنشر على بركة الله في إعداد هذه الوصفة أبدأ بتقشير فاكهة الكيوي فهذه الفاكهة جد مميزة لأصحاب الحمية كديرتها تتوفر على البيتامين جيم بكمية عالية مما يؤهلها لتقديم الحماية الجيدة لدى الجزئة الحرة عند خسيركم لهذه الفاكهة يجب الضغط عليها قليلا إذا استجابت للضغط البسيط فهذه الفاكهة ناديجة أقطعها إلى نصفين بعد ذلك إلى شرائح ثم سأقطعها إلى مكعبات أحاول أن أعطيها نفس القياس عند خسيركم لهذه الفاكهة فلا يجب أن تكون صلبة ولا يجب أن تكون طرية ونبدأ مكان العمل أنتقل إلى تقشير فاكهة المانغو كذلك عند خسيركم لهذه الفاكهة نعتمد على نفس طريقة خسير حباز الكيوي أقطعها كذلك إلى شرائح فهذه الفاكهة تساعد على فقدان الوزن كذلك وترنظم السكري وتخفض الكوليسترول ترفع كذلك من منعة الجسم بعد تقطيعي لهذه الفاكهة إلى شرائح سأقطعها كذلك إلى مكعبات أؤكد عند اختياركم لهذه الفاكهة فيجب أن تستجيبها للضغط الخفيف عليها وتكون متماسكة أنتقل إلى تقطيع حباز المشمش كذلك إلى مكعبات للإشارة فقط فكل الفواكه سبق أن نضفها جيدا أتخلص من النوات ثم أقطعها كذلك إلى مكعبات صغيرة دائماً اختيار الفواكه يبقى حسب الرغبة ومن المفضل اختيار الفواكه الموسمية بعد تقطيعنا لكل الفواكه فهنا الفواكه جاهزة نبدأ بتشكيل كاسات أو حلاء الكاسات بالفواكه والياغورت سأضع كقاعدة للكاس طبقة من المشمش ترتيب الفواكه دائماً يبقى حسب تفضيلاتكم ثم أضيف طبقة من الياغورت الكريمي دانون كريمي أو بيوناني يمكنكم استعمال الياغورت الحلو أو بيدون سكر حسب الرغبة في هذه المرحلة يمكن الاستعانة بجيب الحلواني عوض الملعقة للمخافضة على نظافة الكاس وتسريع هذه العملية خاصة إذا كنا سنحضر كمية كبيرة أضيف طبقة من فاكهة العنبية لهذه الفاكهة مفعول سحري على الداكرة فهي تنشطها وتقويها وذلك بالمدوم عليها كذلك تنشط الدورة الدموية ثم نضع طبقة من الياغورت هنا يجب أن يكون الياغورت كريمي لأن الياغورت العادي سيعطينا نتيجة غير مرضية كذلك لا تضل هذه الأكواب صالحة لمدة طويلة يسهم في تمييه هذه الأكواب ثم نضع طبقة من الكيوي عند اختياركم للفاكهة من المفضل اختيار تشكيلة من الفاكهة بألوان مختلفة واختيار فاكهة لا تتأكسد بسرعة أي تغير لونها بسرعة في حالة استعمالكم لهذا النوع من الفاكهة يجب إضافة بضع قطرات من الليمون حصير الليمون الحامض بعد وضعنا لطبقة من الياغورت نضع طبقة من المانغو فككسيل الفاكهة بالياغورت يمكننا تقديمه كحالة أو وجبة خفيفة كذلك يمكننا تقديمها بالموائد المفتوحة لبوفي ثم وضع طبقة من سوس العليق يمكننا أن نكسفي بهذا أو نزين هذه الأكواب بقية من كريمة الخف كريم شونتي كذلك يمكننا إضافة القليل من المكسرات المحمصة فوق هذه الطبقة الرائعة كرقائق اللوز أو صوص الفواكه كصوص الفراولة دائما ألتزين بقى حسب تفضيلاتكم حلاء كوكتيل الفواكه بالزبادي جاهز بصحة الرحة إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم لا تنسوا أن تدلوا بتعليقاتكم لأي استفسار أو اقتراح أن رهنا إشارتكم دمتم بحفظ الله ورعايته السلام عليكم